لليوم الثاني تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها على المسجد الأقصى المبارك وإخراج المصلين منه بالتوازي مع تأمين اقتحامات المستوطنين في أول أيام عيد الفصحي اليهودي قوات الاحتلال نصبت منذ الفجر حواجز في طرقات البلدة القديمة ومنعت من تقل أعمارهم عن الأربعين عاما نساء ورجالا من الدخول إليه كما اعتدت على البعض بالدفع والضرب وأدى المئات من المصلين الشبان صلاة الفجر على عتبات الأقصى وفور انتهائها تعرضوا لقمع القوات لإبعادهم عن محيط المسجد إلى ذلك نفذ مستوطنون جولات استفزازية في ساحات المسجد وأدوا تقوصا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات الحرم وعند مصلى باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادر الساحات من جهة باب السلسلة